كان هدفنا التأهل في صدارة دور المجموعات وكان الانتقال إلى الدور التالي هو الهدف الرئيسي التهاني لللاعبين وطاقم المنتخب والآن انتهى الأمر لقد تأخرنا وعلينا التركيز على ما الذي سيحدث في مبارات صحبة أمام مصر الفراعنا أعرفهم جيدا إنه فريق ضخم له الكثير من النجوم على القميص وعلى أرض الملعب لذلك علينا فقط مواصلة طريقنا واللعب كفريق حتى الآن وأعتقد أن لدينا القدرة على مواصلة ما نحن عليه الآن الخطة المناهضة لصلاح ستكون عدم احترام اللاعبين العشر الآخرين الذين يلعبون كل لاعب لديه خصوصية اليوم محمد صلاح لديه بالضرورة الكثير من الخبرة الهجومية يجذب ويجذب الكثير من الاهتمام ولكن إذا كان فريقا كاملا فإننا سيتعين علينا التحكم عندما نفقد القرى لذلك لا توجد خطة ضد صلاح هناك عمل جماعي يتم تنفيذه لمحاولة احتواء الفراعنا الفراعنا الأحد عشر الذين سيلعبون والبدلاء الذين سيستبدلونهم ساحل العج ومصر نعلم أنه دربي كبير كان لدينا الوقت لتذكير أنفسنا قليلا بالماضي بين البلدين إنها قصة وهذا أيضا ما يجعل المباريات أكثر جمالا أو تحمل رمزية لذلك نحن كلاعبين اليوم عندما تضطر إلى لعب هذا النوع من المباريات حتما قد يكون ذلك محفزا أكثر قليلا كما قلت هناك شيء ما في هذه المباراة فهي تمثل شيئا مقاراة بالعديد من الأشخاص الذين ربما لم يشهدوا المباريات من قبل نود أن نتمكن من لعب مباريات من هذا المستوى والتي تمثل الكثير